بأولاده سؤال ما هو أدلة الإمامة في القرآن على فكرة في القرآن عدنا كلمة خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة والخليفة ليس كل إنسان الإنسان بشكل عام ليس خليفة الله خلفاء الله هم الأنبياء وليس الناس العاديون وإلا فإن فرعون أيضا كان إنسانا في ظاهره وكذلك نمرور وكذلك الطعات الخليفة وخليفة الله في القرآن الكريم وهو يعني الأنبياء كلمة الإمامة مكررة في القرآن وصلا نحن ما عندنا خليفة بمعنى خليفة رسول الله اللي عادة خلفاء بعد رسول الله لم يكنوا خلفاء رسول الله لأنهم يقولون النبي ما عين أحدا يعني وصيك منه اللي أنت تعينه مجيرانك خليفة النبي يجب أن يعينه النبي وتقول النبي ما عين إذن ما عندنا كلمة خليفة لرسول الله هذا خليفة والمسلمين يعدوا بيناتهم مجموعة في سقيفة بني ساعدة وعينوا أحدهم رئيسا عليهم هذا ليس خليفة رسول الله هذا خليفة عينه الناس ولكن الإمامة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قالوا من دريتي قالوا لا ينال عهدي الظالمين الإمامة هو النظام الديني الذي يتحدث عنه القرآن وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وكانوا لنا عابدين مقام الإمامة مقام جعل إلهي جعل رباني مو أنت تقعد وتعين إمام على نفسك أنتو تجلسون وتعينون رئيس بلدية الشون ينظف الشوارع الشون يفتح شوارع هذا ممكن لكن ما يرتبط بإمام مرتبط بالله عز وجل فإنه لا يكون إلا من قبل الله عز وجل الذي يريد أن يمثل الله لابد أن أعينه الله وليس يعينه الناس ولو جاز أن نختار الإمامة بعد النبي نحن يجوز لنا أن نختار النبي أيضا وهذا ما قاله المشركون في عهد النبي وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم أنت تعين النبي على الله لا الإمامة أدلتها في القرآن واضحة هذا المقام مقام جعليه حتى أن إبراهيم الخليل بعد أن نجح في الامتحان والله عينه إماما قاله من ذريتي الله قال لا أنت متعين ذريتك أنا اللي أعين ذرية بعضها من بعض بشروط معينة لكن إذا كان ظالما ولو في يوم من الأيام كان ظالم ولو يوم واحد كان فأسق فأجر فهذا لا يعينه الله إماما على